يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم في الحقيقة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة في مختلف الأصعيدة سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي والأهم زي ما أنتم عارفين طبعا كل ما يخص وتعلق بأخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي وتفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها على مدار فقرات حلقة اليوم دايما تواصل حضراتكم معنا بيكون مهم من خلال سؤال الحلقة تقدروا تتواصل معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وعندنا نجم كبير قوي قوي متقلق في أوروبا وبتحديد في الدورة الإنجليزية أقوى دوري في العالم وهو محمود حسن تريزجي أحرز هدفين بالأمس وساهم في انتصار فريقه أستون فيلا بنتيجة 3-1 وهو جاب هدف تعادل وهدف تقدم قبل الهدف الثالث اللي جابه واتكنز المهاجم الإنجليزي لأستون فيلا فبالتالي إيه اللي بيحتاجه تريزجي من وجهة نظركم عشان يستمر في هذا المستوى المميز هو حظه سيء شوية لكن في كل الأحوال هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو معتاد في حلقات التريند المختلفة لكن دايماً بيكون فيه عنوين مهمة لكل حلقة نروح نشوف في التريند الأهلي الفريق يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة سينبا لسه مع التريند الأهلي موسيقى يفكر في إجراء تعديلات أمام سينبا أما في التريند العالمي زيدان يرفض التعليق على تدريب صلاح طيب مانشاط النهاردة في بعض المباراة المهمة في مختلف الدوريات بالتحديد كاني أبتدي بالدوري المصري مباراة وحيدة النهاردة ما بين الاتحاد السكندري والمقاوني العرب مباراة حلو قوي هتبقى مباراة ممتعة في الحقيقة لأن فرقتين فرقتين تقال ومدربين مميزين لكل فريق فبالتالي ممكن نستمتع بالمباراة دي الممتش دا حيكون فيه تمام الساعة 7 بالليل وده الممتش الوحيد اللي في الدوري المصري النهاردة أما فيما أتعلق بالدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم فالنهاردة فيه استكمال الجولة رقم 30 في هذه البطولة مباراة فقط عشان يكتموا الجولة دي هتبدأ فيه تمام الساعة السابعة مساء بمباراة إيفرتون مع كريستل بلس وأيضا الساعة 9 وربع مباراة ويلفر هامتون مع وستام يونيتد مباراة أيضا قوية أما فيما يتعلق بالدوري الأسباني فبرشلونة حيلعب بلد الوليد في إطار المنافسة القوية على الدوري الأسباني ما بين السلاسي أتليتكو مادريد وريال مادريد وبرشلونة بالتحديد بعد هزيمة أتليتكو أول أمس في مباراة كان مفاجأة جدا أنه يخسر فبالتالي منافسة بقت قوية ما بين السلاسي المباراة دي هتكون فيه تمام الساعة التاسعة مساء مباراة بلسلونة وبلد الوليد دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات الأهم حول العالم بالتحديد لكن تفاصيل كتير جدا وأخبار كتيرة هتكون معنا بس بعد الفصل استنونا أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الحديث خلال الأيام الحالية والقادمة حتى يوم الجمعة حيكون بشكل مستمر عن المواجهة المهمة جدا وهي فعلا مهمة للنادي الأهلي أمام سيمبا حتى لو الأهلي خلاص تأهل وسيمبا كمان تأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكن هي في الحقيقة مواجهة مهمة لعدة اعتبارات بالتحديد بخصوص النادي الأهلي وأفكار المدير الفاندي مستر بيتسو موسيماني أنت ممكن مثلا تريح بعض العناصر ممكن تجهز عناصر أخرى عشان تدعم فريقك بشكل مميز فبالتالي يبقى عندك خيارات كتيرة جدا جدا في القائمة تقدر تتعامل بشكل فني مميز من خلال مدير فني جيد وهو مستر بيتسو موسيماني فبالتالي خلينا عندنا تفاعل كبير جدا بالمرحلة اللي جاي وفي الحقيقة برضو بصراحة يعني إحنا الفترة الحالية والشهر ده تحديدا مليان بمطشاط كلها وراء بعض ومطشاط كلها غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي فأنت هتتأثر بدنيا وحتتأثر فنيا ده هيحصل طبعا هيحصل دي مشكلة أوعيب فيك أنت لأ أول أنت الجدول دلوقتي كده تبقى للظروف بقى الكتير اللي احنا عارفينها ففي ضغط مطشاط فأنت مجبر أنك تتعامل مع المطشاط دي ومجبر أنك تحاول بأكبر قدر ممكن أنك تكسب في كل المبارات ودي السما الأساسية اللي احنا متعودين عليها في النادي الأهلي لازم نكسب حتى لو أنت بتواجه فرق كبيرة هي كرة القدم وارد أنك تخسر وارد أنك تتعادل لكنها تعمل كل اللي عليك رغم صعوبة المرحلة هنا السؤال بقى هل الأهلي عنده قايمة جيدة من اللعبين وقايمة متكاملة من اللعبين تقدر تتعامل مع المرحلة الحالية طبعا عنده طبعا عنده اللي يقول غير كده بصراحة يبقى مش مدرك أو مش ملم بالأسماء الموجودة في قايمة النادي الأهلي طيب هلأ معنى أن أنا بقول لكم كده لو أنا مثلا بقول للأهلي في السف مش محتاج تدعمات لا مفيش فريق في الدنيا بينافس على أي بطولة ما بقاش محتاج تدعمات لازم بتدعم صفوفك هو كده أنت بطل وبتنافس على كل بطولة هتدعم صفوفك لكن ده ما يقللش إطلاقا إطلاقا من العناصر الموجودة اللي متواجدة معك في القايمة دلوقتي واللي بتنافس على كل البطولات واللي لازم كلنا نفضل في ظهرهم ولازم كلنا نسندهم وندعمهم علشان نستنى ناتج المرغ من خلاله وعندنا ثقة كبيرة جدا فيهم فلك أنت تخيل أن المرحلة اللي جاية دي هتستعيد عدد مميز جدا من اللاعبين عدد مميز جدا من العناصر اللي تقدر ترجح كافة الأهلي في أي مطش من المطشات سواء أفريقيا أو محليا يعني مثلا كده عندك محمود متولي محمود متولي من اللاعبة بالمناسبة هو مقيد في قايمة الفريق لأنه قبل كده قلنا أنه مش مقيد لا إحنا نعتذر عن الكلمة دي تحديدا لأه هو فعلا مقيد بعد ما اتأكدنا محمود متولي عندك كريم ندفيد كريم ندفيد بإذن الله بإذن الله الأمور بالنسبة له ماشية بشكل ممتاز وحيكون إضافة قوية للنادي الأهلي عندك كمان مين؟ محمد محمود محمد محمود خلال ثلاث أسابيع حيقدر يكون متواجد مع الفرقة بشكل طبيعي ويشارك بس المشارك في المباراة هتاخد وقت شوي لكن هيبقى جاهز هيبقى جاهز عندك مين تاني علي معلول أحد أبرز وأهم العناصر في صفوف النادي الأهلي بإذن الله في نسبة كبيرة جدا أنه ممكن كمان يشارك في مباراة النصر اللي بتصبك مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم 18 إبريل الأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد جدا عندك مين تاني؟ عندك عدد كبير من اللعبين بلده فاللعب الموجودة اللي حتم تأجهزتها في الماتشين اللي جايين سواء مباراة السندة أو مباراة النصر اللي هم مين؟ عندك مصر رمي ربيعة من اللعبين اللي بقالها فترة ما بتلعبش لأنت عندك طبعا في مركز الدفاع لعبية مميزة وبتأدي بشكل جيد بغض النظر عن آخر المباراة بصراحة لكن عندك أسماء كتير جدا في قامة النادي الأهلي يقدروا أن هما يصنعوا الفارق في أي مباراة من المباريات وأي بطولة من البطولة فبالتالي الأمور ماشية بشكل جيد بالنسبة لنادي الأهلي عادينا إحنا كجمهور نرفع الضغوط عن اللعبة إحنا كجمهور نساعد اللعبة دي في أن هي تفضل ماشية بشكل جيد لو فيه كبوة أو مباراة ما كناش فيها موافقين ماشي بيحصل لكن أنت اللي بتساعده من هما يصطفيقوا وأن هما يرجعوا لمستواه وأن هما بإذن الله يستمروا في إسعادة جمهور النادي الأهلي فبالتالي حابين نطمن بس جمهور النادي الأهلي على كل الأمور اللي بتتتعلق بالفريق الفريق بكرا إن شاء الله هستأنف تدريباته بعد ما كانت مرة مبارح في إطار طبعا الاستعداد لمباراة سيمبا وهي مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي لأعتبارات كتيرة جدا في إطار التجهيز للمراحل المختلفة المجبلة وهي مراحل حاسمة بالمناسبة سواء في بطولة الدوري أو في بطولة كاس مصر أو حتى في البطولة الأهمة هي بطولة دوري أبطال أفريقية النهاردة طبعا الفريق كان أجاز وبكرا الفريق يستأنف تدريباته والأمور تمشي بالشكل الجيد جدا طيب ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي هروح لفاصل سريع بعد الفاصل حنرجع نكمل فاكرات الحالة يلا بي طيب نروح لترند الأهلي وركزوا معايا شوية في ترند الأهلي يعني فيه أخبار كتير جدا على النادي في السوشيل ميتي وبتحديد الحسابات الرسمية بتاعت المواقع المختلفة يعني فإحنا لازم نعلق على بعض الأمور زي الخبر ده كده اقرأ كده قالك إيه في الوطن الرياضي حسابه الرسمي على فيسبوك قالك مصادر ربع نهاية أفريقيا الفرصة الأخيرة للمسلماني في الأهلي وانتهينا ماشي بالسياسة إيه بقى بالسياسة أنك بتضغط على الأهلي وبتضغط على المدير الفني وبتخلق حالة من الجدل في توقيت غير مناسب إطلاق إطلاق إيه هو اللي عمله المسلماني علشان يتحط في الخانة دي أو علشان نربط مصيره بالمباراة أو بطولة طبعا هي بطولة مهم طبعا هي بطولة إحنا عايزينها أكيد للسنة الثانية على التوالي ما فيش كلام عايزين الكلام ده عايزين البطولة دي ده أمر ما فيش أي اختلاف لكن ليه ليه الحاجات اللي زي دي ليه عايز تخلق ضغط على اللعيبة والجهاز الفني إن لو هو خسر هب طير مش الأهلي مش الأهلي إحنا عارفين الأهلي دايما بيحاسب إيه بيحاسب مع نهاية كل موسم بيشوف النتائج ويكرر لكن الأهلي مش النادي اللي بيمشي مدير الفني ويجيب مدير الفني تاني وكلام من ده في نص الموس إلا لزروف طرقة يعني إلا لو حاجة مجبر انت عليها بقى يعني لكن حتى الآن الرجل أرقام ناجح فيها بطولات جابها تختلف تتطفق على الشكل الفني على شكل النتائج إيه بصراحة النتائج جيد كأرقام بطولات وكمباريات وكلام من ده ممكن المستوى الفني لكن مش الأهلي اللي يحاسب بالقطع إطلاقا إطلاقا يعني وإحنا متعودين على كهو ده سيستم الأهلي فالأخبار زي دي ما تقفوش عندها كتير بصراحة إيه بيبقى لها غرض معين لكني نحن نجيبها لكم إيه بيبقى لكم عشان نوضح لكم الأمور ودي بتبقى حاجات مهمة تعال نروح لأهرام واحسابهم الرسمي على تويتر وبيقول لك تعديلات في تشكيل الأهلي أمام سبا التنزاني هادي حاجة مثلا إيه نقدر نتناقش فيها نتكلم فيها نقوم الناس بتجتهد تقول لك الأهلي خلاص تأهل فبالتالي ممكن يكون فيه تعديلات فقال لك مثلا إيه هنا في ماتن الخبر قال لك ممكن مستماني يريح بعض اللعيبة زي بدر بنون زي أيمن أشرف زي أجايي كلام منت وأنا هنا عندي برضو تعليق صغير وبسيط جدا الله أعلم مستر بيتسو مستماني حيامل هي لك لما تيجي تكلم مثلا على بدر بنون أنه هو لعب ممكن يكون مجهد بدنية أنا شايف نهو مش مجهد بدنية لأن فترة توقف الدولي هو كان موجود مع النادي الأهلي لما كانش في مباريات وما كانش مع منتخب المغرب فواحد مش مجهد نفس الحال بنزول أجايي فده مش معناه إطلاقا إطلاقا إن هم ممكن ميلعبوش المشجاي لا ممكن يلعبو لأنه هم جاهزين برضو ده قرار مستر بيتسو مستماني هو الأضراب دي كل حاجة بتتعلق بكل لعب على المستوى البدني على المستوى الفني هو أكتر واحد هو جازه المعاون يعني أيمن أشرف أيمن أشرف حالته مختلفة شوية ممكن يكون عشان عنده إنذار تاني فخايفين ياخد الإنذار التالت فيغيب عن مبارات ربع النهائي وأيمن أشرف لعيب مهمة قوي فبالتالي أنا ممكن يكون تفكير موجود عند الجازف أنه رايح أيمن أشرف يعني كلها حسابات لكن وارد كل هذه الأمور فده خبر طبيعي جد ونحن نشوف إيه اللي هعمله مستر بيتسو نفس الكلام من الوطن سبورت وده خبر برضو جيد بصراحة من خلالهم ويقولك تغييرات جزرية في تشكيل الأهلي أمام سنبا ظهور أكرم وصلاح قالوا اسمين من الأسماء اللي ممكن تظهر وممكن يكون لها دور خلال الفترة اللي جاية أكرم هتحتاجه ده أمر مؤكد لأن حمدي فتحي غاية ما عندكش جريس سولاية وديانج فبالتالي انت محتاج محتاج عدد وافر في نص الملعب أكرم ما شاء الله لقوة إلا بالله عليه صراحة لعب مميز جدا فأكيد حتكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية هتلعبوا مع ماتش سنبا ماتش النصر تلعبوا أساسي ده في المباريات مختلفة أخرى ده برضو رؤية فنية المستر بيتسو نفس الحال صلاح محسن لكن ملاحظوا بشكل كبير جدا ان احنا ما شاء الله عندنا قايمة ممتازة من اللعبين حتى لو الأداء الفني في بعض الفترات ممكن يكون مهزوش شوية لكن عندك أسماء ممتازة في القايمة وكلنا سكافية طيب هنا من حساب ممتازة على تويتر وقال لك إيه مشاركة كهرباء أمام سنبا وردة خلاص هو اللعب متاح لجهاز الفني برضو ده توضيح مهم كهرباء متاح لجهاز العقوبة خلصه بماتش المريخ ونزل تدريبات المارح وهينزل تدريبات بكرة وعيستمر مع الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية المشاركة دي برضو أمر فني بحت لكن هو جاهز ومتاح للجهاز الفني يلعب بقى موبرات سنبا ما يلعبش دي حاجة ترجع للمدير الفني لكن الخبر برضو مهم من اليوم السابق وحسابهم بالرسمي على تويتر وبص بق بيقول لك إيه طبيب الأهلي ينصح مسماني بعدم الدفع بعلي معلول أمن زمالك الكلام ده جماعة مش حقيقي أنا بأكد لحراتكم من خلال شاشة قاط النادي الأهلي كمام ده مش حقيقي لدكتور أحمد أبو عبل نصح مسماني ولا فيه أي حاجة من التجاه ده إيه اللي بيحصل دلوقتي بخصوص عليه معلول أنت بتحاول تجاهزه لأقرب فترة ممكن من غير ما تعرضه لمجسفة ممكن ترجع إصابته رغم الموضوع مش مضمون حتى وعدته مدة قد كده بيرايح الآن عليه لكن بيتم تجهيز عليه معلول لمباراة يوم 18 أمام اللي الزمالك يكسبوا بإذن الله المباراة دي نادي الزمالك فريق كبير طبعا وفريق محتر لكن نتمنى طبعا عودة مفتاح مهم ورئيسي بالنسبة لنادي الأهلي وعلي معلول لا كان فيش أي نصايح من الجازل الطب للجازل فريق الوطن الرياضي يحسنهم على فيسبوك مسماني وجهز مفاجئة للزمالك في مواجهة 18 إبريل هنا بيتطرقوا لإحتمالية جهزية علي معلول في هذه المباراة مش هتبقى من فجأة أو الحاجة الفريق 2 كتاب مفتوح لبعض فالحديث بشكل مبكر جدا عن هذه المباراة في الحياة ده طبيعي لأن مباراة أهلي وزمالك دايما بتشهد يعني كلام كتير جدا طيب المصر الرياضي يحسنهم على تويتر وبيقول لك إيه هنا بقى بيقول لك مسماني مسماني وفوض مهاجم سونداونس اسمه بيتر شلولا شلولايل أنا معرفوش أنا ما شفتوش بصراحة خالص ممكن يكون بعضوكو تفرج عليه أو حاجة بس ما فيش كلام ده يا جماعة بغاية بلقش خالص إحنا فين وفترة الانتقالات فين بعيد جدا الموسم حيخلص مفروض يعني في شهر 9 مثلا مثلا يعني فبالتالي تبتدي بقى فالفترة الانتقالات تفتح فأنت لست بدري إحنا في شهر أربعة قدامك خمس شهور على أقل تقدير عشان موسم ينتهي فمش من المنطقي خالص إحنا نتكلم عن بعض الأسماء اللي ممكن يتعاقب معها النادي الأهلي لكن فيه ناس بتقوم بدورها بشغلها في النادي عارفين وبيخططوا وبيشوفوا إيه الفريق محتاجه خلال فترة الانتقالات فيهو بيشتغلوا عليه من دلوقت كل واحد لتخصص الخاص بي في النادي الأهلي لكن فيش كلام ده حتى الآن طيب برضو واحد من اللعبين المعارين بالمناسبة وبيقدوا بشكل ممتاز في سيراميكا كليوباترا وده من سبورت سري سيكستي حسابهم على تويتر وبيقولك معتز البطاوي ده المشرف العام على الكرب نادي سيراميكا الكلام على التعاقد بشكل نهائي مع أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي معارض سيراميكا الكلام ده ما فيش أي حاجة رسمية بخصوص الاتجاه ده بل بالعكس في اتجاه أن اللعب يكون متواجد مع النادي الأهلي في الموسم الجديد عندنا بعض اللاعبين مميزين جدا المعارين سواء أحمد ياسر ريان عندك عمر جمال كمان بيقده بشكل جيد عندك محمد عبد المنعم في سموحة عشان ما نساش حد يعني في كذا حد بيقده بشكل ممتاز نتمنى لهم كل التوفيق وهم أكيد في خطط المسؤولين على القرى في النادي الأهلي ونشوف إلا هيحصل مع نهاية الموسم فبالتالي هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا فكارات أخرى مختلفة في حلقة الترنت يلا طيب خلينا ناخد وجهة نظر صحفية بخصوص المباراة الأخيرة بالنسبة لنادي الأهلي أو المباراة الأخيرة تحديدا في دورة أبطال أفريقيا وبخصوص كمان الجانب الأوروبي والعلامي وبالتحديد كمان فيما يتعلق به من جمنا المحترفين في الخارج فبالتالي معايا عبر زون في هذه اللحظات الأستاذ أيمن جلبرت والصديق العزيز والصحفي بموقع يلا قورة يا أيمن مساء الخير وسأل نور عليك أمير وسأل نور على كل الناس في صناة النادي الأهلي أخبرك كله تمام كله تمام الحمد لله منورنا يا أيمن خليني أبتدي معاك بالأهلي طبعا وتقييمك ورأيك في النادي الأهلي بالتحديد المباراة الأخيرة أنا عارف المباراة الأخيرة يعني فيه تعليق كتير جدا مننا كلنا بخصوص أداء النادي الأهلي لكن الأهم دايما المطلوب خلال المرحلة اللي جاي بالنسبة لنادي الأهلي من وجهة نظرك إيه خصوصا أن أنت مقبل على عدد وافر من المباراة في مختلف البطولات ومطالب أنك تحقق نتائج إيجابية يمكن نادي الأهلي الحق يعني الحمد لله على الهدف اللي هو المطلوب منه إنه هو تحقل ربع نهائي دور الأبطال طبعا الأفضل كان إنه حتى تنافس دايما على المركز الأول لأنه ده بيتيك أدفانتج عموما يعني في فكرة من أن تلعب مباراة الإياب على ملعبك ولكن في الظروف الحالية الموضوع ما في تريكش كثير ما فيش جماهير يعني الأمر بنتكلم من الموضوع واحد يعني لكن دلوقتي فيه أهداف أخرى أمام النادي الأهلي طبعا مباراة سنبا التنزاني المقبلة نقدر نقول كان مباراة تحصيل حاصل يعني نتيجتها مهما حصل فيها مش هتأثر على موقف المجموعة وبالتالي الأفضل طبعا للادي الأهلي أنه هو يتعامل بسبرده يبقى فيه راحة لبعض اللاعبين اللي محتاجين أنهم فعلا يستحوا الفترة اللي جاية وتجهيز اللاعبين الغايبين مقالهم فترة عشان خاطر لما يلعبوا مباراة لنصر كليكاس الأمور تبقى جيدة بالنسبة لهم وكمان استعدادا طبعا لبداية بقى ضغط المباراة في الدورة من مباراة الزمالك اللي هتكون يوم 18 فإننا سمننا إن شاء الله أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يعني يقدر يوصل للتوليفة الجيدة اللي هي أنه يريح اللاعب الأفضلين وكمان يقدر يستفيد من البدلاء والناس اللي غايبين بعلهم فترة أنه يجائزهم عشان الفترة اللي جاية أكيد يبقى محتاج أكتر من اللاعب جهاز في كل مركز ده أمر مؤكد بالتالي عايز أخذ رأيك في المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم ده وهذه البطولة السنة دي أقوى لبطولة الموسم اللي فات اللحاقة النادي الأهلي من وجهة نظرك سمعني كده سمعني كده آيمن آه كده أفضل تمام أنا بسألك على شكل المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم ده وهل في رأيك شايف البطولة السنة دي أقوى ولا بطولة السنة الفاتت اللي حقا النادي الأهلي كانت أقوى من وجهة نظرك يعني المنافسة في السنين الأخيرة خلينا نسفت أن يعني الموضوع من الصعب أو في أفريقيا ما بقاش فيه الفرق المرعبة بشكل قوي زي مثلا في السنين بتاعت النادي الأهلي في 2005 كان فريق مرعب بالنسبة لأفريقيا كلها وفترة من الفترات كان الترجي بفترة من الفترات كان مازين بي حاليا المعور كلها بترتبط بظروف كل فريق في يوم المباراة يعني مستويات متقربة المستويات متقربة لكن النادي الأهلي بما يمثلكه حاليا من قائمة هو الطبع يعني المرشح الأبرز وأن هو يحافظ على اللقب بدوري أفطال أفريقيا فيه طبعا ظهر نادي سانداونز النسخة الحالية مستويات جيد نادي الوداة النسخة الحالية من الواضح أنه أفضل من نصر الموسم الماضي ولكن في النهاية يبدو ثابتة بحالة الفرق فالنادي الأهلي لو فيه تركيز مية في المية في كل المباراة اللي هي بتاعة النوك أو الثطرة اللي جاية النادي الأهلي بكل إن شاء الله بكل سهولة يقدر أنه يوصل للمباراة النهاية بإذن الله رغم النهاية أنا بختلف معك شوانا شاف البطولة صعبة طالما فيه مستويات متقربة ما بين الفرق كلها فبالتالي هي البطولة أكيد صعبة فلازم يعني نكون مهتمين بكيفية كل معاك إن هي مش أقولش نهاية سهلة لكن أنا أقول إن هي المستويات فيها إن النادي الأهلي لو تعمل بالتركيز لو ما في المية وإن شاء الله كل مباراة بأظروفك فيها جيدة وممتازة ما فيش قصور ما فيش إصابات ما فيش أي عوامل تربك حسابات الفريق يقدر إن هو يتعامل مع الفرق دي لأن القيمة بتاعتنادي الأهلي قيمة قوية يعني علاصم مميزة تقدر إن هي تحافظ على اللقب وتتوق للمرة العشرة طيب خليني أتطرق معك للجانب العالمي والتحديد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا اللي خلاص يعني دور ربع النهاية حيمطالك غدا وفيه أهم مباراة بيننا كلها مباراة ليفر بول وريال مدريد فيه كمان مباراة أخرى يعني بشكل عام مانشستر سيتي وبورسيا دورتموند بايرن وباريسان جرمان وبورتو وتشيلسي بتشوف إزاي فرص كل فريق في تخطي المرحلة دي من بطول الدوري أطال أوروبا طبعا احنا المباراة الأبرز اللي كلنا مستنين المباراة ليفر بول وريال مدريد عشان طبعا نجمنا محمد صلاح وطبعا الأجواء اللي دايما بحيثوا مباراة ريال مدريد وليفر بول وكمان الموسم الصعب الكلا الناديين وكل نادي عايز لحافظ على أماله في الموسم أنه ياخد البطولة الأوروبية ويعني يضيج بطولة لرصيده من وجهة نظري الكفة ممكن تميل شوية لليفر بول ولكن اتدان في المباريات اللي زي تيب يعني بقدر يتعامل بردو بشكل جيد وممكن أنه يهيأ الفريق بشكل مناسب أنه هو يلعب ويفوز ويتعال ويغطي ليفر بول المباراة يعني إلى حد ما متكافأ لكن من وجهة نظري ليفر بول كفته أرجح طبعا منشستر سيتي وغريسيا دورسون مباراة تبقى برضو مستيرة جدا منشستر سيتي عنده فرصة أنه يكسب برضو يعني أغلب البطولات السنية وكل البطولات الموسم الحالي مع جوارديولا وقربوا خلاص من الفريمير ليج طبعا جوارديولا عايز يكسر الحتة بتاعة الشامبينيز ليج مساعة مخارج من برشلونا بروسيا دورتمون طبعا الناس كلها تبقى مركزة مع هلند والأرقام اللي بيعملها والأهداف اللي عطوه بيتجيلها بدور الأفضار والمفاوضات المختلفة في الأندية المختلفة طبعا مع المشاستر سيتي من الأندية المشاستر سيتي لقال أنا مش أجيب لعيب بمئة مليون طبعا كلنا متعودين بنسمع دايما التطريق ده بعد كده تلاقي النادي نفسه جاب لعيب بمئة مليون ده فبرضو دي من المبارايات وعزب أبوارده المثيرة وجيدة تشيلسي طبعا في المباراة وبرتو مباراة إلى حد ما برضو متقاربة بورتو عايز يكمل المفاجآت بتاعته ويوصل للسيميفاينال وتشيلسي عايز يعني مع تخل يثبت لقى الفريق قادر أنه يوصل مكمل ويحجز مكانه في السيميفاينال بإذن الله تعالى احنا أكيد نتمنى كل التوفيق لليفربول بصراحة عشان نجمينا المصري المتقلق بالتالي عايز أخد رأيك في محمد صلاح وتريزيجي اللي تقلق مباراة وكمان جاب هدفين وساهم في فوز أسطن فيلا في مباراة كانت مهمة قوي على فولم فبتشوف إزاي مستوى اللاعبين سواء صلاح أو تريزيجي خلال المباراة الأخيرة تحديدا طبعا محمد صلاح يعني رغم نتاعك ليفربول خوايا كانت تذذبذبت في فترة في البريمير ليج ولكن هو كان محمد صلاح نفسه يعني يسجل أهداف موجود في قيمة الأهداف البريمير ليج المتقدرة حاليا طبعا هاركين يقدر يعدده بهدف ولكن المنافسة مستمرة صلاح واحد من أفضل العامين طبعا على مستوى العالم يعني ويوجوده دايما في الملعب مهمه وأداءه ممتع يفرض نفسه دائما فعلا بالنسبة للتريسيجي أكيد يعني الفترة هو كان محتاج فعلا الهدفين دوله في التوقيتات دي ولنه لما ينزل بديل يغير شكل المباراة لأن طبعا في فترة طيلة غفعة بسبب الإصابة بعد كده لما قصيته كورونا والأمور ما كانتش يعني حظه سيء شوية اه كان حظه سيء شوية في المباراة الأخيرة تريسيجي أنه يبقى موجود ويحق أرقام جيدة في الدول الإنجليزي ويمكن أعتقد فرص أبتون فيلا برضو في الجدول يعني ممكن في المورات اللي جاية أنه هو مركزه يرتفع ووارث أنه هو يقدر يحكي في مكان يعني في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل ونشوف تريسيجي في أوروبا لك فده برضو أي حاجة جيدة جدا ومنتمنله طبعا كل التوفيج يحفز إزاي على المستوى ده يعني إزاي تريسيجي نحن نشوفه دايما على فترات يعني سعب يونطقلك قوي ساعات تلاقيه بعيد شوية ممكن الإصابات لها دور وكورونا وكلام من ده وظروف يتعرض لها لكن إزاي تريسيجي يحفز على المستوى ده عشان يوصل لمستوى أعلى من كده كمين يعني بالتأكيد الشغل الإضافي لو هو مثلا ممكن يعمل بعض التدريبات الإضافية له لو هو حاسس أنه بدنيا شوية الفطرة اللي فاتت في ساب الإصابات وكورونا والبعد شوية عن الملاعب بأسر ممكن يشوف إزاي أنه يطور الحسة دي في ولكن زي ما أنت قلت كده هو فيه سوق حظ يعني هو برضو يجيب مكسب فلا تريسيجي يعني تفاصيل طغيرة ممكن تفرم معاه وتنقله نقلة أفضل كتير من اللي هو فيها لأنه لعيب مجتهد ولعيب ملتزم وهداف وطريع وعنده مهارات كتيرة ممكن يلعب في سرعة أفضل ويحقق نتائج وأرقام أفضل طبعا أكيد نتمنى له كل التوفيق لعيب كبير جدا محمود حسن تريسيجي عايز أختم معك بالجانب المحلي والتحديد من يلا كورا النهاردة فيه خبر وهو خاص بكواليس اختيار مدير فني للاتحاد المصري لقرة القدم وإن جزئة مش من بين الخيارات دي ما أنا وجزئة طبعا مدير الفني السابق للنادي الأهلية ولينا كواليس أكتر في الجانب ده تحديدا يا أيمين يمكن الأستاذ أحمد مجاهد كان صرح قبل كده أن هم بيفكروا أن المدير الفني من الاتحاد الكرة الفتر اللي جاب أجنبي بعد طبعا توجيش شكر لكابتن محمود سعد وكان قال أن ممكن يبقى ألماني فرنسي برتغالي يعني جنسياد عديدة لكن يعني وفطا للكواليس الأقرب هم بيفضلوا المدرسة الألمانية عايزين مدرب يكون يعني عنده خبرات عديدة يقدر ينقل الأفكار اللي هي فيما يخص الإدارة بتاعت الفناء للاتحادات وإزاي يحط برامج لتطوير المنتخبات الناشئين والشباب يحط لهم ويحط لهم حاجات تخص التدريب والتخزية والحاجات دي عشان يبقى فيه استفادة أكثر يمكن فيه اسم مانو البوزيه يعني حد صرحه ولكن نتقال يعني مانو البوزيه قردي حقق نجاحات كبيرة هنا في مصر وكمان هو بقى له فترة معتزل وبرضو عامل السن شوية فيعني الأفضل أن هم يلجأوا لشخص جديد على الكرة المصرية يعني تتبقى أول سجربة ليه هنا في مصر وكمان يعني عامل السن يبقى أصغر شوية بحيث بأمور تبقى بالنزول أفضل فكان من هنا أن يعني لما تم طرح اسمه كان فيه يعني الكلام في السك يعني ولكن هو ما كانش فيه رفض مثلا أو ما اتطرحش على أصوات أو حاجة ذكي لا أو مجرد ذاته كان مقترح لكن الأقرب لحد دلوقتي المدير الفني اللي اتحد الكرة القادمة يكون جنسيته ألمانية لكن لسه ما تمش حسم الأمور يا عيمن أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عيمن جربيرتو الصحفي موقع يلا كرة والصديق العزيز كان معنا عبر زوم واتكلمنا معها في عدد كبير جدا من ملفات سواء فيما اتعلق بالنادي الأهلي فيما اتعلق بالكرة الأوروبية وكمان بخصوص المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اللي من مفترض الإعلان عنه قريبا كلها ملفات كانت مهمة تطرقنا لها مع أيمن دي كمان كانت فقرة مهمة لكن لسه عندنا فقرات أخرى غاية في الأهمية هنتكلم عليها بس بعد الفصل مستنون الترند العالمي وأهم الأمور في الترند ده وأهم الأخبار وكل الحديث دلوقتي عن تريزي جي وده من حساب الدوري الإنجليزي واللي بيحتفي بأول هدفين لتريزي جي مع أستون فيلا في شباك فولم بهذا الموسم تحديدا يعني في الدوري الإنجليزي تريزي جي سجل هدفين في 160 ثانية هما في الحقيقة أغلى هدفين لإيه لأن أستون فيلا كانوا متأخرين على ملعبهم بنتيجة 1-0 لغاية لما نزل تريزي جي قدر أنه يجيب جنين وراء بعض وبالتالي يجي واتكنز جاب الهدف الثالث في الآخر نتمنى دايما للتوفيق لتريزي جي لسه مع نفس اللاعب وبالتحديد من حساب سكاي سبورت واللي بيقول ان تريزي جي هذا الموسم مع أستون فيلا لعب 1056 دقيقة وستد 28 كورة ولم يسجل أي هدف لكن انبارح تريزي جي شارك في ديئة 62 وستسجل الهدف الأول في ديئة 78 والهدف الثاني في ديئة 81 وهدفين في الحقيقة يعني رجعوا الثقة للعب مهم جدا زي تريزي جي نتمنى له يا رب الاستمرار على هذا المنوال خلينا كمان نروح لحساب أوبت للإحصائيات على تويتر واللي بيقول ان تريزي جي تالت بديل لأستون فيلا يسجل هدفين في مباراة وحدة في البريماليك ده بعد مين بقى بعد دوايت يورك طبعا كلنا نفاكرينه كان بلعف أستون فيلا بعد كاليا راح لعب فترة من الفترات طبعا مع منشستر ينايتد كان جاب هدفين في ليفر بول بعد ما نزل كباديل في عام 94 وكمان جوليان يواكيم ضد ديربي كاونتي كان جاب برضو هدفين ده كان في سبتمبر عام 2000 فبالتالي كده يجي تريزي جي تالت لعب طيب خلينا كمان نروح لحساب أنفلد واتش على تويتر واللي بيتكلم ونشر تصرحات للزين الدين زيدان المدير الفاني الريال مدريد واللي قال قبل مباراة ليفر بول بوكرا يوم الثلاث وقال زهب ربع نهائي طبعا دوري عطال أوروبا وهي دي المباراة تبقى بوكرا المباراة تبقى نارية في الحقيقة مباراة الزابة والإياد لكن هو تطرق لمحمد صلاح لما تم التوجيه سؤال ليه هل تتمنى أنك تكون مدرب لمحمد صلاح قال الراجل محمد صلاح مش اللاعب بتاعي دلوقتي فأنا مش هعلق على الجزئية دي لكن احنا بنستعد لمواجهة لعبين كبار جدا أمثال محمد صلاح فيه مواجهة الغد بشكل كبير طبعا طبعا من رغم أنه أنا بحب ريال مدريد بصراحة بس أحب صلاح أكتر طبعا لعيب مصري وبيرفع اسم مصر دايما فتمنى له كل التوفيق طيب كمان هنا حساب ريال مدريد الرسمي بيعلن القيم لمباراة بقرة بتاعة ليفر بول والعالم كله متاظر هذه المباراة يعني كانت تبقى مباراة أكثر إصارة لو كان رمز جاهز وكان حيلعب قدام صلاح لكن في العموم أعلنوا في حرص المرمى طيبو كورتو طبعا الحارس الكبير ولونين وألتوبي دول في حرص المرمى في خط الدفاع ميليتاو وفران وناتشو ومارسلو وأودريازولا وفيرلان مندي في خط النص توني كروس لوكا مودريتش كاسيميرو فالبيردي إسكو أريباس وفي خط الهجوم كريم بنزيمة وأسينسيو ولوكاس باسكيز وفينيسوس جونيور وماريانو دياز ورودريجو دي قيمة ريال مدريد لمباراة الغد طيب كمان خلينا نروح لحساب ديلي ميل على تويتر وي اللي بيقول مع مين مع عثمان ديمبلي وفي الحقيقة مش هو بس لا هو كمان بينافس اليوفينتوس الإيطالي اللي بيحاولوا يتعاقدوا مع نفس اللعب واللي هم بيشوفوا انهم ناقصوا من السرعات في الجزء الأمامي فمن أثر عليبا في العالم في الحقيقة عثمان ديمبلي عطلته كتير قوي الإصابات مع برشلونة لكن الرجل كان طلع طلع قوي 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 مع بيرشلونة ومند قبل ما يروح برشلونة يبتدى يستعيد جزء كبير جدا من المستوي هنشوف إيه اللي حيحصل في السيف بخصوص عثمان ديمبلي طيب كمان خلينا نروح لحساب EPL World على تويتر واللي بيقول ان المحادثات بين إيريك جارسيا مدافع منشستر سيتي وبرشلونة متقدمة للههاية واحنا عارفين ان جارسيا عقده حينتهي مع نهاية هذا الموسم فبتلاح يبقى لعب حر فانفواضات مستمرة مع برشلونة بخصوص عودة اللعب لبرشلونة هو أصلا واحد من اللعبين المتواجدين في الفريق الكاتلوني وبنسبة كبيرة جدا هيكون موجود الموسم الجديد مع برشلونة لكن خلينا نروح بقى لنجم كبير جدا جدا زي زالة إبراموفيتش ده من حساب في الجول على تويتر واللي بيقول ان ميلين وإبراموفيتش يتفقون على تمديد التعاقد حتى يونيو 2022 وخلاص يعني عقده مفروض ينتهي آخر هذا الموسم وحيجدد نسبة جديرة جدا عشان يخلص العقد الجديد وهو يكون عنده 40 سنة لكن ما شاء الله عليه حتى هو عنده 39 مسلا دلوقتي مستوى الرائعة ده بيرجح كافة ميلا في معظم المدرات في الحقيقة أسطورة من ضمن أساطير كورة القدم العالمية بكل تأكيد وهو زالة إبراموفيتش طيب نروح للعب من اللاعبين المميزين كمان في بورسيا دورتموند وصاعد بسرعة الساروخ وهو يوسوفا موكوكو مهاجم الفريق الألماني وخلاص هيغيب بسبب الإصابة في الأربطة خلال مشاركته في معسكر منتخب الألماني الشباب تحت 21 سنة وأعتقد هيكون غياب مؤسف جدا لبورسيا دورتموند لكن مش بالصورة كديرة قوي لأن هم عندهم أهم لعب في الخط الأمامي وهو طبعا ألند واللي بيعمل بعض الجوالات كده في أوروبا عشان يشوف حيروح فين في الموسم الجديد ريال مادريد برشلونا منشستر سيتي منشستر نايتد يعني فيه كلام كتير جدا بخصوص ألند خليكم ناخد تفاعل حضراتكم معنا على السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة لقناة النادي الأهلي وكان سؤال حلقتنا ايه المطلوب من تريزيجي عشان يستمر فيه المستوى اللي قدمه فيه مبارات المبارح فخلينا ناخد أحمد سعيد واللي بيقول تريزيجي لعب مجتهد وابن من أبناء النادي الأهلي كل اللي هو محتاجه عشان مستوى يثبت انه هو ياخد حقه إعلاميا لازم في الحقيقة هو مش واخد حقه وعنده حق جدا أحمد في الجزئي الأهلي وليد سيد قال أول واحد مظلوم إعلاميا في مصر ومش واخد حقه مع أنه بيكتهد كتير جدا ما يفكرش فيه الكلام اللي بيتقال عليه ويفكر دايما فيه تطوير نفسه لازم يكون فيه مصندق قوية التريزيجي خلال الفترة اللي جاية بغض النظر سواء هو أدى بشكل جيد أو مستوى يعني مش بالشكل مطلوب لكن في الحقيقة معظم المبارات اللي عابها بيبقى مستوى ممتاز فبالتالي نتمنى له كل التلقفية أخيرا خلينا أخد ملك أحمد واللي قالت محتاج الدعم تريزيجي وكمان كريم فراحات قال محتاج مدرب وفريق متكامل برضو وجهة نظر مختلفة ممكن يكون هو محتاج فريق أقوى من كده يظهر قدرات تريزيجي لكن هو لازم يشتغل على نفسه بشكل أكبر عشان يروح لمستوى أعلى بإذن الله تعالى من خلال فريق يكون أقوى كمان مع أن أسطنفللا موسم ده عملي موسم جيد جدا في الحقيقة في الدوري الإنجليزي دي كانت تفاعلات حضرتكم معنا في حلقة التريند النهاردة دي كمان كانت حلقتنا إن شاء الله استنونا في حلقات أخرى جديدة في نفس البرنامج قريبا إن شاء الله إلى اللقاء